أشاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمختلف أفكار المشروعات المعروضة داخل معرض المشروعات المتأهلة من المحافظات وأكد خلال مشاركته بالمؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أكد أهمية التوسع في تنفيذ مثل هذه المشروعات على نطاق أوسع تحقيقاً للأهداف المرضوة الخاصة بالاستدامة ومرعاة الأبعاد البيئية كما قام مدبولي بجولة تفقدية لمعرض المشروعات المتأهلة من المحافظات وتضمنت الجولة مشروعات خاصة بمعالجة مياه الصرف وإدارة منظومة الأمطار وإدارة المخلفات الصلبة والنفايات الخطرة وتنمية الزراعية ورصد التغيرات المناخية وغيرها كما شاهد رئيس الوزراء عدداً من التصميمات والمشروعات المقدمة من خلال مجموعة من ذوي الهمم